آخر أخبارنا النهاردة مشاهدين الكرام وزير السياحة والأسار دكتور خالد العناني عقد اجتماع مع الشركة المنفذة لعملية نقل الموميوات الملكية من مكان عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفوسطات واللي ستتم في وسط موكب ملكي خلال الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة سيناريو عملية النقل وإخراج الموكب الملكي للموميوات وجميع العناصر الفنية والديكور اللي هيتم تنفيذه داخل المتحف القومي للحضارة المصرية لاستقبال الموكب بالإضافة إلى اللوحات والمواد الدعائية اللي هيتم استخدامها خلال عملية النقل لتزين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط السير والموسيقى كمان المصاحبة للموكب وغيرها من التفاصيل والعناصر الفنية اللي هتصاحب هذا الحلس مشاهدين الكرام دي كانت آخر أخبارنا في حلقة النهاردة من خبر اليوم بشكر حضراتكو شكرا جزيلا على حسن المتابعة تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة